وخلال حفل إطلاق الدورة السابعة والثلاثين من معرض الشارقة الدولي الكتابة كرم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي وقلي العهد نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ جواهر بن تمحمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة كرم سموه الفائزين الخمسة بجأسة صلاة لكتاب الطفل في نسختها العاشرة بحضور الشيخ أبودور بن سلطان القاسمي مؤسس ورئيس جماعة الناشرين الإماراتيين وسعادة صالح العبدولي الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة الإمارات للاتصالات وسعادة عبدالعزيز تريم مستشار رئيس التنفيذي وسعادة مروى العقروبي رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين كرم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة خلال حفل افتتاح معرض شارقة الدولي للكتاب في نسخته 37 الفائزين الخمسة بجائزة اتصالات كتاب الطفل في نسختها العاشرة وتوزعت جوائز النسخة العاشرة على فائزين من دولة الإمارات العربية المتحدة والأردن وفلسطين ومصر وأبرزها جائزة كتاب العام للطفل وجائزة كتاب العام لليافعين بالإضافة لجائزة أفضل نص وجائزة أفضل إخراج وجائزة أفضل رسوم وجائزة أفضل تطبيق تفاعلي للكتاب الذي تعد أحدث فئات الجائزة وعلى صعيد لجنة التحكيم فتميزت بتنوع الكفاءات ما بين ناشر وأكاديمي ومؤلف ورسام حيث ضمت ستة متخصصين في صناعة كتب الأطفال والليافعين ينتبون إلى عدد من الدول العربية إلى جانب خبير أجنبي متخصص وتناولت الكتب الفائزة في النسخة العاشرة من الجائزة موضوعات متنوعة تدمج بين القيم التربوية والقصص الإنسانية والخيالية الملهمة في الختام تسلم صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس العلى حاكم إمارة الشارقة هدية قيمة هي عبارة عن مخطوطة نادرة بعنوان الوافية في شرح الشافية للمؤلف أحمد بن حسين الجابيري والتي تعود إلى العام 1262 للهجرة ترجمة نانسي قنقر